موسيقى أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا أرتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي مثلما وعدتكم في الحقيقة الماضية أن الحلقة التي ستليها وهي هذه الحلقة ستكون أيضاً مخصصة عن مقتد الصدر والشروط التي وضعها للتظاهر والمتظاهرين وليجب أن نستغل هذا الوقت علي أن أقول أن مقتد الصدر خلال الأيام القريبة الماضية نشر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تضمنت شروط أو بيان تضمن شروطاً يعني اطنع الشرط للتظاهر والمتظاهرين يجب عليهم تنفيذها وإلا لن يسمح لهم بالتظاهر هكذا هو يعني قالها سابقاً ويقولها اليوم طبعاً علينا ندخل بالشروط مباشرةً مثل ما قلت لكي نستغل وقت هذه الحلقة في الشرط الأول الذي وضع مقتد الصدر قال عدم التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة طبعاً هذا أمر لم يحصل نهائياً من قبل الثورة التشريم والمتظاهرين والثوار طوال سنة كاملة كانوا هم الأحرص على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة لم يفعلوا نهائياً شيئاً يسيء للممتلكات العامة والممتلكات الخاصة عدا أنهم قاموا بإحراق بعض مقرات الأحزاب والميليشيات في الناصرية وغيرها وهذه كانت هذه المقرات مراكز لاستهدافهم بالميليشيات للقتل والخطف وتفخيخ عجلات وتفخيخ أماكن معينة للنيل من المتظاهرين وخطفهم هذه هي الأفعال الوحيدة التي قاموا بها حماية لأنفسهم أما الممتلكات العامة والخاصة فكانوا الأحرص على الحفاظ عليها وأن ثورتهم هم يعرفون وهكذا قالوها ثورتهم قامت للحفاظ على هذه الممتلكات التي هي ممتلكات العراقين هذه واحد بالنقطة الثانية قال عدم صلب أو قتل حتى من يعتدي على المتظاهرين فضلا عن غيرهم واللجوء إلى الطرق القانونية والقضاية طبعا هذه قضية صلب وقتل لم تحصل من المتظاهرين لم تحصل من الثوار ثورتشرين أي عملية مثل هذه حصلت حالة واحدة والكل يعرف من هي الأطراف التي عملت على تلك الحالة ولماذا جرى ترتيبها للإساءة إلى الثورة والثوار وقد تبرأ الثوار في وقتها من كل هذه الحادثة ولم يكونوا طرفا فيها وهو يعرف مقتد الصدر من هي الأطراف التي تقف وراءها والثوار لم يكن لهم أي علاقة بها ثانيا يقول أن اللجوء إلى الطرق القانونية والقضائية أي قانون وأي قضاء يا سيد مقتدر إذا كان هناك قانون وقضاء أين القانون والقضاء من قتلة المتظاهرين أكثر من ألف متظاهر قتلوا وأكثر من ثلاثين ألف من المتظاهرين جرحوا وخطفوا أين القانون والقضاء من كل أعمال الترهيب والقتل والسحل والسلب والسرقة والنهي طوال 19 سنة لكي تطالب المتظاهرين الآن بالذهاب إلى القضاء والقانون هل القضاء الآن يستطيع أن يحكم بحرية واستقلالية في ظل وجود الميليشيات والقوى المسيطرة هذه أن تتعرفها كذبة كبيرة لماذا تطالب المتظاهرين بها ثلاثة يقول حفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليها ولو بهتاف هو من يعتدي على هيبة القوات الأمنية وهيبة الدولة الثوار أم الميليشيات هي التي تعتدي وهي التي تستهيف وتستظهر القوى الأمنية وتجعلها خادما لها وتستعمل هذه القوى الأمنية لتنفيذ كل مآرب من قتل وكل مآرب الإجرام التي تريد أن تفعلها تستعملهم فيها وأبرز مثال ما حصل في السنك في قراج السنك عندما فتحت القوات الأمنية الشوارع للميليشيات لتدخل ميليشيات الخال أبو فدك لتدخل وتقتل وتذبح في قراج السنك وتخطط في الناس والقوى الأمنية واقفة التفرج وتحميها هذا كلام معيب من يسيء لهيبة الدولة وهي الميليشيات التي ترى الدولة بعين صغيرة التي تدوس على صور رئيس الوزراء والتي يعتقل ميليشيات تضرب القنابل وتخرج الميليشيات وتخرجهم من مؤسسة مكافحة الأرهاب في داخل المنطقة الخضراء هل حصل هذا أم لم يحصل فمن هو الذي يسيء لهيبة الدولة وهيبة القوات الأمنية المتظاهر هذا البسيط الذي يرفع عالم العراق أم الميليشيات والذي يرفع السلاح ويتكى على إيران وغيرها هذه حقيقة معروفة يقول يعني يمنع غلق الطرق والجسور والأضرار بالنظام العام أنت يعني حريص على الطرق والجسور والنظام العام أين هو النظام العام وهو المواطن لماذا يخرج يعني أنت هذا كل الفساد والخراب والدمار والسرقة وصباطع السنة من كارثة حلت بالعراق وما زالت مستمرة وكل هذه الكوارثة التي حلت بالعراق بسبب الطبقة السياسية التي جزء منها هؤلاء الذين نهبوا وأثروا على حساب العراقين والذين زادوا العراقين فقرا وظلما وتنكيلا هذا لا يهمك يعني خايف على الطرق والمواطن يخرج من ضيمة يخرج من القهر من الأذى من السوء يطالب بوطنه أنت تطالب ولا تقطع الطريق لا تقطع على ماذا لأن أعمال الدولة تتوقف ونشاطات الاقتصادية توقف أي نشاطات وأي أعمال يقول في النقطة السابعة الالتزام بالقواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية المعمول بها ما معنى هذا يعني هل العملية السياسية وقوارها بأحزابها وميليشياتها تلتزم بالقواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية المعمول بها والتي أنت منها هذه العملية السياسية ما هم هؤلاء لم يلتزموا يعني ليس لديهم القواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية هم يعني أهل الفساد وأهل الخراب والقتل والنهب والتدمير وأنت تقول هذا وأنت متتهم من نفس الاتهام طيب هم لا يمتلكون هذا لماذا أنت معهم وتطالب المتظاهرين بالتزام بهذه القواعد الشرعية وهم بماذا خرقوا القواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية في النقطة التاسعة يقول تحديث ساحات الاحتجاج وتحديث أوقاتها هذا شرط مضحك يعني مثل نوري المالكي عندما تظاهر الناس عندما كانوا يتظاهرون الناس ضده قال لي تظاهروا في ملعب الشعب خصصنا لهم ملعب الشعب ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية يعني مثل هذا أنت تحدد للناس أوقات ثورتهم وموقات رفضهم وتحدد لهم الساحات وبي الساعة يخرجون وبي الساعة يعودون ومن يا طرق يسلكون لماذا هذا البلد المنهوب المملوء بالفساد بأول قواهم الفساد والقراب والدمار اللي مبنيت بمستشفى مبنيت بمدرسة مبنية به شيء بوزير الصحة التحدث يقول هو يمكن من جماعتك يقول أنه آخر مستشفى حدث مستشفى موجودة عندنا الآن بنيت عام 1989 في زمن النظام الباعد لم تبنوا مستشفى واحدة طوال هذه السنوات الاصباطاشرة كما أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار جاءت موارد للعراق عدم الارتباق بأجندات خارجية هذه القولة في العملية السياسية وأنت اللي قبلت بيها والآن جزء من عدها كلها جاءت مع الدبابة الأمريكية جاءت بأجندات خارجية إيرانية وأمريكية وتحكم العراق بحماية أمريكية وإيرانية وأنت تحدث للناس تحدثت شعب تتهم الشعب بأنه بأجندات خارجية وتسموهم جوكرية وتقتلوا منهم ألف واحد اللي طلعوا مثقفين وشباب حلوين وصغار يطالبون بوطنهم يرفعون راية العراق تقتلوا ويقتلوا وبالتالي يسمى جوكر ويسمى عميل لو كانوا عملاء لما تظاهروا لكانوا معكم في العملية السياسية ولأرتاحوا ولريحوا ولأوسهم ولكانوا أضعهم المادي يعني في حال يعني يحسدون عليه الحقيقة يعني في النهاية ينصح بالذهاب إلى الانتخابات ينصح كل الجميع يذهبوا إلى الانتخابات لأنه نزيل الفاسدين ما أنت جزء من هذه الانتخابات من عام 2005 لحد الآن وأنت تقول لم تجري انتخابات إلا وكانت يار الصدري وأنا فيها ولم تشكل حكومة إلا كنت فيها وأنا وجماعتي طيب طوال هذه الانتخابات هل استطعتم أن تزيلوا الفساد أن تقللوا الفساد مون تزيلوا هل استطعتم أن توقفوا الخراب والدمار مون تجزعوا من عنده الآن أنتوا طالب المتظاهرين تعالوا لانتخابات حتى لأنه نزيلون الفساد شون يزيلون الفساد إذا كانت الميليشيات المتحكمة والكواتم بيد الميليشيات وموجه إلى صدور وظهور الناس والتهديد قائم والظروف والمناخ هو هو ومن يصنع لهم القانون هي نفس الطبقات الفاسدة المتحمة بتدمير العراق وبالتالي أي انتخابات هذه وأي نزاهة وأي قوى أممية نزيهها سترعاها والأمم المتحدة جزء من الكارثة وليس جزء من الحل وقت هذه الحلقة قد نتهى أشكركم ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة